أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات ونستكمل حديثنا ونتابع مع صاحب السماحة سيد أشير محمد عوامة حفظه الله تعالى سيدي كان الحديث عن المسائل التي تتعلق بالجرح الذي يتوارد عليه الناس واضطررنا إلى ذلك لأننا تكلمنا في الحديث الذي ليست عليه صفة الصحة الاصطلاحية بالعموم وتكلمنا عن المرسل وعن الضعيف واحتجاجات العلماء وعدم الاحتجاجات لكن هناك قول مشهور عند علماء الحديث بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وربما عمل به في الأحكام إذا لم يكن هناك غيره كذلك المرسل من هذا الباب أيضاً يعمل به في جوانب متعددة كتفسير وترجيح وبيان علة وأيضاً ربما يعمل به أيضاً عند من احتج بهم وهو الجمهور رحمهم الله تعالى فلو أننا أضعنا هذه الزاوية مع ضرب بعض الأمثلة على احتجاج أيئمتنا بالحديث الضعيف ولا يهملونه كما نرى في تأريف البعض أنهم سلكوا الحديث الضعيف والموضوع في سلسلة واحدة وهذا من الخطأ الكبير جداً جداً الذي لم تلم إلى الآن ذيوله الخطيرة على طالب العلم جزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم هذه مشكلة معاصرة جداً خطأها منتشر جداً وفادح جداً وبيان ذلك أن الحديث الضعيف بدءاً من الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه إلى منتصف القرن الثاني عشر يعني على مدار عشرة قرون كل العلماء قاطبة على قول واحد جواز العمل بالحديث الضعيف بل استحباب العمل بالضعيف جميل وتفصيل هذا يطول لكن يهمني الجانب الفقه فيه الآن الحديث الأصل في الصحة أن نعمل به ونحتج به ولكن لو فرضنا جاءنا حديث غير صحيح فهل يهدر كما هو الآن المفهوم على الساحة ويأخذون هذا الأمر بكلام عاطفي خطابي يهولون الأمر فيه العلماء المحدثون والأئمة الفقهاء فيهم صرحوا بأنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام الحلال والحرام ماذا بقي معنا غير الحلال والحرام يعني غير الفرض أو الواجب والحرام بقي معنا المكروهات والمسنونات والمباحة إذا قلنا الأحكام التكلفية خمسة نستسلم منها الفرض الواجب والحرام ويقع معنا الثلاثة فيقول معنا ذلك أن لأمة الفقهاء والمحدثين سفيان الثوري إمام فقيه وإمام محدث أيضا ابن مهدي كذلك ابن المبارك كذلك ابن عيينة كذلك وهكذا كل هؤلاء نصوا على استحباب العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمندوبات يدخل تحت الفضائل المندوبات يدخل تحت الفضائل المنهي المكروهات وهكذا ولذلك هنا بيت القصيد نرى كثيرا جدا من الأحكام الفقهية المسنونات والمكروهات أدلتها ضعيفة يحتج بها الأمة الفقهاء يذكرون الأحاديث الضعيفة دليلا على هذا الحكم المسنون أو دليلا على هذا الحكم المكروه كيف تسدلون بحديث ضعيف؟ نقول هذا جوابه نعم استحب الأمة المحدثون الفقهاء على توالي عشرة قرون إلى أن جاء الشوكاني واختلف أمر الشوكاني في إرشاد الفحول ونيل الأوطار يرد الضعيف بينما في رثالته التي شرح فيها حديث النعمال بن بشير رضي الله عنه الحلال بين الحرام بين فإنه تكلم عن الحديث الضعيف بكل اتفاق حرفي وشكلي ومضموني وكليا وجزئي يتفق مع علمائنا الآخرين جميل ولنفرض أن الشوكاني خارجا عن الساحة الآن لا نحتج بهذا ولا بهذا يبقى كلامي على مدى عشرة قرون اتفقت كلمتهم وما يحكى في بعض كتب المصطلح إن أبن معين وابن العربي لا يحتجان ولا يجيزان العمل بالحديث الضعيف فهذا غير صحيحا عنهما أبدا أبدا وعلى كل حال الأئمة الفقهاء يذكرون أحكاما مكروهة أو مسنونة في كتبهم ويحتجون عليه بأحد الضعيفة من هذا القبيل الذي اتفق عليه المحدثون والفقهاء المتقدمون والمتأخرون استحباب ذلك وحينئذ تتضح النظر الصحيحة نحو أئمتنا الفقهاء ونحو كتب الفقه وقد تجرأ بعض الناس ممن ينتسب إلى الحديث والفقه من المعاصر لنا تجرأوا على أن كل حكم فقهي في هذا الكتاب دليله ضعيف فهو لاغي وهذا جرأة على دين الله وفقه الأمة إنكار كلي صريح وهذا لا يجوز يعني ليس مخالفا لمذهب واحد ولا لإمام واحد ولا لقرن واحد ولا لطبقة متقدم أو متقدم لا لا عشرة قرون عشرة قرون اتفقوا على هذا القول الواحد يجوز ويستحب هذا بالنسبة للفضائل بالنسبة لأصل الأحكام كما قلت في أول كلامي الحلال والحرام استثنوا هذا من حيث الجملة ولكن هناك أحد الأمة الفقهاء الأصوليين المحدثين إمام واحد جمع بين هذه العلم الثلاثة جمعا قويا مشهور الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه النكت على ابن الصلاح ذكر استثناءات حالات قال فيها يجوز العمل بالضعيفها وهي من الأحكام الشرعية نعم من الأحكام لا من الفضائل لا من المكروهات والمندوبات من الأحكام الشرعية يجيز بها بعض العلماء العمل بالحديث الضعيف نعم في الأحكام في الأحكام نعم سيدي إذن ما فعله ويفعله في هذه الأزمنة بعض الناس في أن يدونوا هذه الأحاديث ضمن الشروط أنهم ارتضوها بأنه جعلوا هذا في الحديث الكتاب الحديث الصحيح وهذا في الحديث الضعيف هذه مشكلة أشرتم إليها الآن لكن المشكلة الأخرى ألا ترون أنه أيضا من إدخال الخلل في البنية العلمية عندما يطبعون كتب السنة تحت عنوان صحيح الترمذي وصحيح بن حبان أو صحيح أبي داود أو صحيح فلان أو كذا يعني أصحاب السنن كيف تجرأوا على نزع حسب اجتهادهم أيضا إن كان لهم اجتهاد على نزع الأحاديث التي طبقوا قواعد معينة حسب فهمهم ومنهم من ليس له شيخ في الرواية ولا في الدراية ولا جالسهم ولا قرأ عليهم ومع ذلك يجرد الأحاديث على خلاف صنيع الأئمة الذين كتبوا الإمام الذي كتب هذا الكتاب دونه على أصوله وعلى شروطه وتعمد وهو عالم وهو إمام في هذا الباب ثم يأتي غيره ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا حديث موضوع ويجرد الكتاب ليجعله تحت هذا العنوان صحيح أبي داود أو صحيح جامع الترمذي أو ما شابه ذلك رأيكم سيدي في هذا الصنيع من ناحية العلمية وأيضا آثاره السيئة على الأجيال نعم هذا أمر خطير جدا وعم بلاؤه ووصل بنا الأمر إلى صحيح الإمام المخاري نعم وقد طبع من قريب كتاب لغير طالب أعلم هذه هي الكارثة كارثة على كارثة صحيح صحيح البخاري أحوله لكم أتأكد الله صحيح صحيح البخاري ولغير طالب أعلم نعم وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل وإن شاء الله أذكر مثالا على ذلك عمليا كيف خالف كل الأئمة في هذه النقطة نعم إن شاء الله نستطيعكم إذن المسألة تحتاج إلى مزيد بيان إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات نتوقف عند هذه النقطة الحساسة ونرجو من الله عز وجل أن يجمعنا بكم في لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة